مش سهل مش سهل وإحنا بنقول في مصر إيه اللي رماك على المر اللي أمر منه أنا اقتنعت أني عدم الغفران مرار أكتر فباجي وأصرخ لرب يا رب أنا فهمت أن مصلحتي أن أسامح بس مش قادر أخي مش قابل أنا عايز منك اللي عطمي بشريتنا ما تقدرش على الأفران يعني أنا لما أتطلع على المثل أنه العبد الأول كان مديون بمبلغ هائل كبير وبعدين هو اللي طلب من السيد الفكرة يساوي 60 مليون دينار مقابل مية فيعني هو كان ممكن السيد يقول له أنا بتحنن عليك لكن بتمهل لما بيصير معاك بترد لي الدين وبرده كمان بيكون مضبوط لكن الأمر بكل بساطة ترك له الدين نعم وده واحدة من معاني الغفران ترك الدين وطبعا بالمقابل هو ما لم يرد يعني حبيت هاي التأكيد على هالكلمة هاي نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر